اشتركوا في القناة بدأت أولى جلسة مجلسي الشورى والنواب وذلك بعد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورحاه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس إذانا بانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة العمل التشريعي والوطني في ظل المساندة الملكية المشهولة للسلطة التشريعية التي تشكل ركزة راسخة ورافدا للعطاء في أداء المسؤوليات والمهام التشريعية التي تدعم أسس ومبادئ الدموقراطية في دولة المؤسسات والقانون خطاب جلالة الملك المعظم فيما يتعلق خطة الطريق التي سيتخذ منها مجلس الشورى الخطة للفترة القادمة من دور الانعقاد لا ننسى أن هناك في موجود طبعا ظروف دائما متغيرة حول العالم وبالنسبة لأننا دائما نأخذ ما هو رح يكون الأولوية حسب ما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك على ساتنا الخطة الموجودة هي ترعى مصلحة البحرين مصلحة المواطن البحريني وكل ما هو في رفاهية البحرين تم الآن اجتماع الجلسة الأولى من هذا الدور وحيث تم انتخاب النائب الأول والنائب الثاني للمجلس وإن شاء الله نتطلع إلى دور انعقاد ناجح بحيث نتمكن كسلطة شريعية من نصل إلى ما يتطلع له الوطن والمواطنين إن شاء الله خريطة طريق جديدة خطتها أقوال جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تسير وفقها السلطة التشريعية في مملكة البحرين لتحقيق كل النجاحات والإنجازات التشريعية لمواصلة مسيرة الخير والنماء من أجل رفعة ونهضة مملكة البحرين أعتقد هناك الكثير من القوانين والتشريعات التي صدرت وفي نفس الوقت هناك نوع من التعاون في عدد كبير من الملفات بعضها تم إنجازه وبعض الآخر ينتظر الإنجاز في الفترة القادمة ونحن نعول على أن هذا التعاون سوف يبني مزيد من العلاقات والتعاون البناء الحقيقي الفاعل بين السلطتين كلمة جلالة الملك هو خارطة الطريق الذي نسير عليه في المجلس التشريعي وكانت الكلمة تتعلق في محاور كثيرة أو فيها محاور كثيرة من أهم هذه المحاور هو التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لأنه لا يمكن إنجاز أي شيء على أرض الواقع إن لم يكن هناك تعاون بين السلطتين رؤية حكيمة ومضامين رفعة وتطلعات وتوجيهات سديدة تضمنها الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم في كافة مسارات العمل الوطني للمرحلة المقبلة لدعم مسيرة العمل التشريعي والوطني في مملكة البحرين لفتح المزيد من الأفاق لمسارات التنمية والازدهار في المجالات كافة مع بدء دور الإنقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب يبدأ فصل تشريعي جديد وهو من فصول المسيرة الدموقراطية البحرينية الناهضة والعمل الوطني المثمر لتتواصل الجهود الوطنية نحو آفاق أوسع خدمة للوطني والمواطن خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر